طيب أسر وإحنا بنتكلم على إسبانيا إنه هو منتخب قوي جداً جداً أكيد في المقابل منتخب المغربي منتخب قوي جداً أحشو بنتكلم هنا على منتخب نحلم معايا فقط إنه يكسب عشان إحنا منتخب عربي هنحلم مع المنتخب المغربي عشان هو منتخب قوي أتفق جداً مفيش كلام إنه إحنا سقتنا في مغربي بلا حدود ومش بنحمله أعبائياً لكن هو حامل لوقت دلوقتي العرب وأفريقيا وبالضبط اللي أنت قلت يا كريم إنه هو مبني على استحقاقات مش على مشاعر عربية لأنه منتخبنا العربي الممثل يعني لنا الفوز على التعادل مع وصيف كاس العالم كرواتيا الصعود أول على المجموعة اللي فيها والفوز على بلجيكا الثاني العالم ده في النهاية وليد ريك راكي وكتبته ورجاله بيقوله بيقوله لأنت بتقوله الاستحقاق بالنتائج مش بالكلام إن إحنا صعودين أول مجموعة وإحنا منتخب قوي منتخب أسباني طبعاً متمرس وفي لعيبة بتلعب في التوب لفل وبرشلونة لكن في النهاية منتخب المغربي ند قوي جداً 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 منتخب الأسباني صح هيعمل إيه بقى منتخب المغربي في عزين؟ معنا بقى حالات كتير جداً يالله بيلا هو عمل أورادي نبدأ الحالات على طول عايزين نعمل بقى إيه يعني بلدب على اللي حصل ده يحصل عملية بناء على الأوريدي وليد ريكراكي عمله أولاً بعد طبعاً التحليل الهائي البتعهيمة نقول بقى يعني الرفلكشن بتاعه ونعكاسه على منتخب المغربي نحن قلنا إيه نقاط الضعف في منتخب أسباني أو ممكن نقاط القوة أو ممكن استغل إيه منتخب المغربي عشان يضغط دايماً على ويغلط المنتخب الأسباني عنده لعيب بالمواصفات دي أولاً متمرس جداً في نفس دوري هذا البلد في أسبانيا وكمان بيعمل ده ده الاسبرينت ده يا كريم في ديئة الثالثة تسبب فيه هدف مبكر يحسن الصعود على حساب كندا يوسف نصيري على فكرة الكرة كتراجعة لعبش بلية طبعاً هم كمان لعبش بلية طبعاً وهدافه هو كمان على اتنين وجون يعني ثلاثة يعني أوتنبر دعليقى ضغط هو بص الكرة كرار بضو سيقته كمهاجم إن أنا ضغطت على المدافع لعبها بضعف شوية ضغط على المدافع لعبها بطيئة جداً للجون كم بعبش لعب برجله ضغط على حارس المرمى حاكم زياش لوب شكراً أدي أول هدف بمننا أن إحنا كده حطينا رجل فيه الدور الثاني والهدف الأول على المنتخب الكندي الحالة اللي بعدها على طول إنك تضغط إنك تضغط نفس اللاعب وقراره وإحساسه بنفسه إنه قادر إنه يحط أي سنترباك أو أي مدى قلبة فاع في ظهره دي ميزة مهمة جداً آه صحيح أنت تلاعب منتخب أسباني لكن هنستفيد كتير جداً من اختيارات إنريكي لفوجة نظري مش عايزة أقول خطيئة لكن أضعفت فرص المنتخب الأسباني كمنظومة دفعية سواء هتلعب برودريجو اللي مش مركزه عنده عدم إحساس بمركز هنجيب لقطة مبرات اليابان أكدت إنه مش حاسس بالمركز ده أو هتلعب جنبه بأريك جرسيا وقاياً كان مين؟ أو لابورت أنت حاولت تغير المطش اللفات لابورت الوحيد بيلعب شماله وكريم فحاول يغير المطش اللفات الكرة دي ملعوبة في ظهر المدافعين قطع في المساحة كويس قوي بين الاثنين مدافعين يوسف النصيري سبق خد الكرة حطهم في ظهره اللقطة اللي بعدها قراروا أنا هسبق الاثنين دول حط الاثنين سنتر باكين قلبين دفاع في ظهره وسجل ودي المساحات اللي ممكن تلاقيها قدام ممكن تلاقيها جداً في داخل أسباني إنعكاساً على كلام إبراهيم المساحات اللي بتفتح لما يضغطه أربعة وخمسة نخش على لقطة اللي بعدها تمام وليد الكراكي يضرب إزاي منتخب أسبانيا بأسهل وأبسط الطرق زي ما قلت لك في بداية الكلام يا كريم ممكن نبني على حاجة أوريدي هو عمل اللي عمله في منتخب بلجيكا في مورات منتخب بلجيكا هي اللي احنا محتاجينه من أي منتخب عربي أفريق بيوصل كاس العالم فكرة الفوز بقى قل مش بقى المجهود بقى أسر الطرق طيب منتخباتنا كلها العربية مشوفناش استخدام كويس للسات بيس أو ليه الكرات السابتة اللعبة دي مررنا مع ليه وليد الكراكي واتكررت مرتين أو تلاتة في الماتش إنه تلعب الكرة طبعا هتقولي طب ما أي حد بقى يلعب بضربات حرة لما يكون عندك قدم يسرى زي حكيم زياش أقدر بقى أنا مركز اللعبة من اللي يقطعها بالعبة قدم مميزة جدا قدر استخدمه دي ميزة أو زكاء وليد الكراكي في استخدام العناصر لعنه لعب الكرة زياش دايما يا كريم هنخش هنلقطع البعدة اللي بيجري ده وتحسبت عليه أوف سايد في الهدف الأولاني ده رومان سايس كان متقل له لما يتلعب الكرة أنت ومدافع التاني تروحوا على الجون تحجبوا الرؤية عن كورتواء فبتالي الكرة تخش جون أول مرة رومان سايس فرق بكتفه بس وتحسبت أوف سايد وشوفنا رد فعلا طبعا منتخب المغربي أنه ما تهزوش كانوا داخلين كانت دية الأولى تقريبا بعد الشرط التاني واتعملت الكرة اتعادت تاني ناخد الكرة التانية دي لسه يوسف نسيري ده ماتش كندا طبعا هنا تمركز يوسف نسيري الممتاز الفول ده بروض حسب أوف سايد مستني الكرة على 18 قراره طبعا بالتهديف كان هيبقى الجون التاني ليه لكن حسبت أوف سايد نرجع بقى المباراة بلجيكا هنا برضو عن طريق امرابط أو عن طريق أملاح أو نويه التلاتة اللي بلعب فوست الملعب بشكل مستمر هنا نموذج برضو 3 على 3 أو 2 على 3 كرة لعبت لنصيري هنا خد اللاعب بعدها عمل فنت في اللاعب سهل جدا مش بس إنه فكرة مهاجم ما يقدر كمان هو فكرة إنه البناء اللاعب تبني عليه الهجمة كلها عمل نموذج خد الكرة عد عمل فنت حطها لرزاق في كرة وشو لجون رزاق تباطئ الشوائية فيها وكانت الدياء الأخيرة في المباراة في مباراة كندا فبالتالي نموذج لإستخدام التارجت مان أو اللاعب ليوسف النصيري نرجع بقى للمنتخب اللي احنا بنشوف الدفوهات أو عيوبه عشان نقدر لبني عليها هنا ديف مطش أسبانيا واليابان بص كام واحد داخل ضغط فوق من اليابان يا كريم فبالتالي انت لو ضغطت كويس قوي على منتخب أسبانيا هتغلطه الكرة هنا راحت من السنتر باك اللي في الصورة ده اللي هتجيله الكرة ده بوسكتز كاعدتوا في مستوى الأخير وتراجعوا بشكل منحدر جدا في المستوى تباطأ هنا الكرة تقطعت وراحت عالجون بس تشالت لازم حد من التلاتة امرابط واملاح وانويه لازم حد منهم يبقى مكلف بس بانه يضغط على بوسكتز أول ما تجيله الكرة أول ما تجيله الكرة أنا بقولك بالمستوى ده والفورما الأخيرة لبوسكتز هيغلط هيحصل ميس بوسكتير جدا رغم أنهم عندهم أعلى نسبة استحواز نفس الكلام هنا في الكرة التانية لو ضغطت من فوق ويوسف نسيري عشان كده جبناله الحالات اللي فاتت هتقدر تغلط حارس أسبانيا برضو مش مميز أوي باللعب في رجله نفس الكلام بوسكتز ضغط عليه طر مهاجم الياباني خليه لعب الكرة فين حالة اللي بعدها الكرة التانية ضغط عالي الكرة اللي فاتت ضغط عليه قطع الكرة منه دي كرة برضو اللي كان جايب إبراهيم جزء منها دي كرة الهدف التاني اللي كان عليه الجدالية الكتيرة لا دي الهدف الأول أنا أعتقد استلم بوشه بص تراجع المدافعين خلص الكرة خلاص اللعيب بتاع المنافس ووصله عند الثمانتاشر أي حد في الناحية دي وأعتقد دي جبهة جبهة زياش أي حد جايب الحيث دي زياش يقدر يتفوق جدا وقدر يسدد ويجيب جون زي بتاع اليابان من مسافة من على الثمانتاشر فبالتالي دي لازم حاجة تستغل ترجمة نانسي قنقر